موسيقى لاحظنا في الفترة الأخيرة البعض قام يسلك سلوك خطر ومتهور لما يتجه لعمليات التجميل فالبعض قام يسوي عمليات التجميل في الصالونات وفي البيوت أو في العيادات غير المرخصة آثار هالموضوع وأضراره راح نبينها اليوم في الباب المفتوح التجميل هو الطب هو مجال الطباء وليس مجال تجميل صالونات وبيوت وما إلى ذلك فعندما نتحدث عن التجميل نتحدث عن طب التجميل التجميل ليس صبو شعر فهناك مواد مواد هذه تحقن باستخدام أدوات طبية أدوات تدخل الجسم بينما التجميل غير الطبي لا يدخل أي شيء إلى جسم الإنسان رقم واحد رقم اثنين هناك مسألة حساسية فهذه المواد ممكن حتى بدون أي إيذاء جسدي ممكن حتى المواد هذه الطبية ممكن تسبب حساسية وممكن تؤدي إلى الموت حتى عن طيق الحساسية وليس عن مضاعفات أخرى التجميل الطبي يجب أن يجرى عن طيق الأطباء أو الأناس المؤهلين لاستخدام مواد طبية مرخصة من وزارة الصحة مرخصة من مؤسسات عالمية طبية يجب استخدام الأجهزة نفسها الأجهزة هذه لازم تكون معقمة يجب أن تكون استخدامها استخدامه صحيح في ناس وائد توفت بسبب التجميل في ناس وائد وصيبت بالغريرينة وانسداد أوعية دموية وانسداد وأدى الأمر إلى مضاعفات شبيرة نحن ننتبه لحين أنت المجال غير الطبي استخدام الأبر تعقيم الأبر يعني هذا ممكن يؤدي إلى التهاب لا سمح الله أمراض الأيدز أمراض التهاب الكبد الوباء نحن نعرف أن في بعض الدول محدودية اللي عندها محدودية في الإيراد كان يستخدم سابقاً الأبر وتعقم الأبر هذا استخدام الأبر مع أنه المفروض تعقم أدى إلى انتشار التهاب الكبد الوبائسي بعض العيادات قاعد تشاركون بالأبر الأبر وحدة تم فتحك عشر أشخاص وهذا غير مصرح فيه تماماً فلما تقولين سعر أقل هذا مواقع الواقع مو سعر أقل الواقع أن عملية نصب احتيال واستغلال عدم دراية الشخص الآخر فهي جريمة منظمة قانونياً كيف يمكن التعامل مع العيادات غير المرخصة والأطباء غير الأكفاء بالنسبة للتجميل داخل العيادات المنزلية أو داخل الصالونات فهي لا تعتبر أماكن مؤهلة لعمل التجميل فبالتالي يمكن أن نحاسبهم قانونياً لأن هذا المكان غير مجهز لعمل الفلر أو البوتكس أو أي عمل تجميلي آخر بالنسبة للأخطاء الطبية سواء كانت بسيطة أو كانت أخطاء كبيرة لتحمل الخطأ هذا الدكتور والعيادة أو صاحب الترخيص أو الكيان القانوني للعيادة فبالتالي نقوم بتقديم شكوى إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية اللي هي الإدارة العامة للتحقيقات بالإضافة إلى وزارة الصحة نقدم شكوى على الدكتور والعيادة مثل ما قتلتش وإذا كان هناك ممرضين أو ممرضات حاضرين العمل اللي هو تم فيه الخطأ الطبي أيضاً نقوم بإدراجهم في الشكوى وبالتالي محاسبتهم قانونياً ومسائلتهم وفي حالة ثبوت طبعاً الخطأ في حق الشخص المتهم بهذا الخطأ الطبي اللي هو الدكتور والعيادة والمساعدين لهم في هذه العمل التجميلي اللي تسبب الخطأ فيمكن للشخص أن يرجع عليهم بالتعويض طبعاً من حق المريض أن يعرف اسم المادة اللي تحقن له سواء من البوتكس أو الفلر أو المواد المستخدمة أيضاً لعمل أي عمل تجميلي يبي المريض أن يستخدمه فلازم يوضحون للصورة في بعض العيادات تقوم بكتابة ورقة إعطاءها المريض فيها اسم المنتج وتاريخ انتهاء صلاحيته ومتى تاريخ الإنتاج وما إلى ذلك من المعلومات هذه والمريض أيضاً إذا قام بالسؤال الدكتور عن هذه المعلومات لازم الدكتور يزود بهذه المعلومات بحيث يكون كل شيء واضح موضوع التعويض أساساً نحن الآن أمام خطأ من الدكتور اللي قام بهذا العمل الطبي اللي تسبب عنه ضرر فإذا ثبتت التهمة في حق الدكتور وأصبح الدكتور بموجب حكم نهائي متهم بالتالي يمكن الرجوع على هذا الدكتور بالتعويض لكن نحن الآن أمام فرضية أخرى إذا ما كانت التهمة ثابتة في حق الدكتور وطلع براءة مثلاً منها بالتالي هنا ممكن المحكمة تحيل الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية وذلك لنظر موضوع الضرر اللي تسبب حق المريض وممكن نحكم في تعويض لأن عدم ثبوت التهمة في حق الدكتور لا ينفي الضرر لا ينفي وجود ضرر في حق المريض نفسياً ما سبب اتجاه الناس لعمليات التجميل وتكرار بعضها دون الحاجة لها طبعاً الأسباب كثيرة للجوء إلى عمليات التجميل لكن أحد الأسباب اللي ممكن الإنسان يلجأ إلى عمليات التجميل أحياناً لما يكون في خلل في جسم الإنسان أو في ملامح وجهه ونتيجة التنمر اللي يتعرض له يلجأ إلى عمليات التجميل وهذا أمر جائز جداً ومن حقه لأنه ممكن يأثر عليه نفسياً التأثير عليه نفسياً من خلال التنمر عليه مثلاً وصفه بألقاب معينة ممكن يؤدي إلى العزلة عن الناس أحياناً العصبية القضب من المجتمع وهذا اللي إحنا ما نبيه لذلك اللجوء إلى عمليات التجميل لتصليح هذا العيب اللي يعطيه هذا الإحساس والتصالح بينه وبين نفسه على الأقل تعطي نوع من الثقة لما يمشي بين الناس بعض الزوجات اللي ترجع إلى عمليات التجميل نتيجة إنه والله للمحافظة على الزوج لأنه بتشوف بالسوشال ميديا بتشوف بالمجتمع وأحياناً الزوج مثلاً شوفي فلانا شوفي فلانا شكلها جميل فيعني عندها الرغبة في المحافظة على الزوج إذا لك تلجأ إلى عمليات التجميل للمحافظة على الزوج طالما أنك أنت تلجأ إلى عمليات التجميل أو لتجميل نفسك دائماً نقول ابحث عن الشخص المتخصص لا تبحث عن الشيء الرخيص على أساس أنه والله عيادات المرخصة أو الطبية والله غالية قد تكون غالية فعلاً لكن تكون هي أضملك مع تكرار هذه العمليات الإنسان عمره ما رح يكون راضي كل ما سويت شيء شفت إنه لو تزيد بتصير أحلى والله فيه شغلة ثانية طلعت خلنا أعملها صارت فصارت العملية هي إدمان للإنسان فليدخل في دوامة التجميل لا يمكن أن يكون راضي عن نفسه 100% دائماً يبحث إلى الأجمل وطالما أنك تبحث إلى الأجمل وعندك هذه الإمكانيات رح يتكمل في عمليات التجميل أنا دائماً أقول إنسان لازم يكون راضي عن نفسه